النهاردة لجنة فضل المنازعات بالاتحاد الدولي أصدرت عقوبات جديدة على العديد من الأندية المصرية وده بيمثل نقوص خطر كبير جدا على الدوري بتاعنا وعلى دورينا وعلى الأندية بتاعتنا اللي بعضها يعني بيعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وفي بعض الأندية طبعا الخاصة اللي شغالة في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة التانية ولكن في النهاية خلي بالكم موضوع العقوبات على الأندية ده موضوع خطير جدا لأن كل ما العقوبات بتزيد كل ما الأندية بتتورط أكتر في مديونيات لأن خلي بالكم العقوبات دي بيتبعها بعد كده فوائد على العقوبات دي زي ما حصل في الموضوع بتاع الغرابة بتاعت سبورتي جليشبونة بتاعت شيكابالا وزي ما حصل في أندية تانية كتير ده موضوع خطير جدا وأنا بصراحة شايف أن العقوبات اللي نزلت النهاردة من لجنة فضل المنازعات بالاتحاد الدولي على الأندية المصرية سواء بقى خلي بالكم بأرقام كبيرة بأرقام كبيرة تعالوا تشوف الأول أستعرض مع حضراتكم العقوبات اللي نزلت على بعض من أنديةنا المصرية عشان تشوفوا الأرقام كبيرة قد إيه نادي الإسماعيلي عليه غرامة جديدة مليون دولار وسبعمائة لصالح الجزائري محمد بن خماسة واحد طبعا من اللعيبة الإقدارة الإسماعيلي تعقدت معاه في غفلة من الزمن في غفلة من الزمن وخلي بالكم الإسماعيلي ده نادي حكومي وهي دي الخطورة اللي أنا بقول لكم عليها غرامة 859 ألف دولار لصالح الإفواري جان موريل مين جان موريل يعني العيبة برضو الإسماعيلي تعقد معها في غفلة من الزمن فنكمل نخش في الأندية التانية واللي نخش على السلطة التانية Pyramids Pyramids عليه غرامة 300 ألف دولار لصالح التونسي عمر العيوني تمام Future يعني عقوبة كبيرة جدا بتتكلم في عقوبة تصل أول مست لمليون وتسعمائة ألف دولار غرامة 900 ألف دولار لصالح الغاني تايلر وتسعمائة أربعين ألف دولار لصالح التونسي مروان صحراوي دول طبعا بقى حضراتكم الغرامات دي يعني ايه كلها للعيبة اه اتعمل لها ريليس يعني اه مشيوا من غير ما يتدفع اه او من غير ما يتعامل مخالصة معاهم أنا هنا مش هتكلم عن آآ يعني موضوع سوق الإدارة وموضوع ان 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 كل الأندية وطبعا الزمالك عليها عقوباته عليه غرامات أنا مش هتكلم على حيطة سوق الإدارة ولكن أنا هتكلم ان ازاي الأندية بتاعتنا محتاجة ضوابط محتاجة جايدنس يعني ايه جايدنس محتاجة قيادة قيادة رشيدة تقدر ان هي آآ تفرض عليها بعض الضوابط اللي تخليها آآ ان في المستقبل ما يبقاش اللي أندية بتاعتنا عليها عقوبات لأي حد ولا لعيب ولا مدرب ولا نادي تاني ولا أي حاجة طيب أنا في رأيي ان لازم آآ سيادة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح لازم يستغل العقوبات اللي اتخرجت النهاردة دي نخلي بالكم الموضوع رايح في حتة وحشة لازم يستغل العقوبات اللي خرجت النهاردة دي ويستغل الانذار اللي عملته الفيبة اللي هي الجمعية بتلعبين المحترفين الدولية بتحزير اللعبين الأجانب بالتعاقد مع الاندية المصرية كلام دا كان من فترة اللي هي الفيف برو قالت لك ما قالت للعيبة الأجانب يوقعت روح تمضوا مع الاندية المصرية لأن ايه معظم الاندية دي اندية ما بتديش للعيبة حقوقها كل دا بيفقد الدوري المصري والمسابقة المحلية مصدقيتها وبيخلي الناس برة ما تاخدكش على محمل الجد